بسم الله سؤال بيقول هل عندك اي اوراق او معلومات بساعدني في تقييم موديل هل هو معمول بشكل صحيح وهل يصلح ان يكون موديل بيم ام لا جميل جدا طيب انا مفروض يبقى عندي ايه عشان اعمل حاجة كده بقى مفروض ان انا عندي فريديشن شيكليست يعني فريديشن شيكليست قايمة فيها بعض النقط ببدأ اشوف هل النقطة دي متحايا في الموديل ولا ممكن يكون شركة بتاحت بشيال اعمل الموديل ممكن يكون شركة بتاعتي مسلاً شغاله في موديل معين وباخد موديل من شركة تانية في موديل حاجة تانية انا مسلاً شغال معماري بعمل الكهربائي ايكا نتأكد منه قبل ما اشتغل عليه او انا شغال في الانشائي وشركة ببعتلي موديل معماري فبتأكد بعمل شيكلي عمائري فبعمل حاسمها فليدشن شيكليست ببدا اتاكد من حاجتين طب ايه اهم العناصر اللي انا مفروض انه اتاكد منها من قبل نفتح الموديل هل اسم مضبوط أم لا؟ فتحت الموديل هل الفيو والشيتات والفاميلي والوركسيت كل هذه المستخدمين مثل ما اكتفقين أم لا؟ هل كل شيء مفتح على الوركسيت بتاعته أم لا؟ هل كل المستخدمين عملوا سيفت و سنترال وعملوا الريلينكش أم لا؟ فمفروض كل يبقى عمل الريلينكش مفروض في رسالة غلط بتظهر هل بتعالجته أم لا؟ هل الفاميلي بسحاتها كبيرة؟ هل في فاميلي معمولة غلط برامطر زادة عن لزوم؟ هل لينستايل مش عال الستاندرد؟ هل الحاجات كلها مضبطة على الوركسيت وعال الستاندرد ومضبوطة؟ هل في عندي لوح أوتوكاد أم لا؟ هل الفيسينج ودزاين أوبشن مضبوطين؟ ولي فهم مشاكل؟ هل الموديل معمول على الفرجة اللي احنا متفين عليه أم لا؟ هل في لينكات بغير مضبوطة؟ هل في لينكات بغير مضبوطة؟ هل تعمل برجة مضبوطة؟ لا 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 ممكن ان يكون هناك كلاشات فانا اتأكد من هذا الموضوع ممكن اعمل انا وكسروة يعني ممكن بعد كل الحاجات دي اتباع كلاشات اعمل وكسروة ان لا يوجد حاجة طائرة في الهواء فانا اخبطت في حاجة مش معمولها كلاشات بس مكانها غلط فاتأكد من حاجة دي اعمل سيلكت على العناصر ابدأ اشوف العناصر دي هل هي فعلا محطوط فيها الانفورميشن مضبوط ولا محطوط اي انفورميشن ممكن تكون مثلا وحطت رسم دغت كبير ومسمي ان ده مثلا مكنة مكانك الكوب منت فاتأكد من حاجة زي كتب احط لك هنا لينك للحاجة ممكن تشوفها تعمل منها الشيك لست لشركة عندك اشترك